موسيقى بصفة مجملة بعدما كان متحول الدلتا عاد نوعا ما الانتشار ابتداء من شهر نوفمبر يعني بصفة يعني كما نقول نحن خفيفة كنا احنا على متنبئين نوعا ما بوجود موجة قادمة لمتحول الدلتا نظرا لما كان يحدث في العالم من انتشار سلال الدلتا في اوروبا خصوصا في المتحدة ولكن مع ظهور المتحول الجديد اوميكرون ابتداء من اواخر نوفمبر بدأنا نحس في سرعة الانتشار والسرعة الانتشار يعني سمحت بعضاء كسر الملحانات بتاع فيروس دلتا وخصوصا ابتداء من جنو اينها الان وقع اصبح الاميكرون يعني بسرعة كبيرة راح تلحق 50% من المتحول وما كان يقابله نزول لمنحنة السلال الدلتا واصبح اليوم 90% و 93% من متحول اوميكرون والاميكرون معروف انه لا يتسبب في حالات الخطيرة خصوصا عند الملقاحين ولكن كما اشار اليه المدير العامي المنظمة عام الصحة بالامس انه ينبغي الاستهتار بهذا الفيروس لان الاشخاص غير الملقاحين مازالوا يدخلوا العين على المركزة حتى لو كان يكونوا بالاميكرون فلهذا احنا نجدو انه ينبغي الحذر لانه مع وجوء بعض التنبؤات كما نقوله احنا الجيدة للمستقبل ولكن لازم نكونوا ندالين بالاعتبار ان اليوم رانا نسجلوا اكثر من الف حالة يوميا موجود وفيات بعد ايام 10-14 وفية يومية كثير من الحالات في العين المركزة لازم يبقى الهمتعنا منصب على مشروع الحادث اليوم لماذا؟ لكي نتابع الاجراءات الصحية كوضع الكمامات التباعد صحي وخصوصا العودة الى التلقيح لانه نقطة مهمة جدا في المستقبل بالنسبة للشريحة التي كنا نعتمد على التلقيحها بيش لحكو سبعين فيهم ارنا حوالي 2-31-32% يعني يبقى عدد يعني صعد ولكن يبقى عدد غير كافي الان علميا لما نشوفه في العالم خصوصا فيه بعض البلدان سجلت حالات وفيات وحالات اناب مع المتحور اوميكرون ولكن موجودة عند غير ملقحين هذا مهم جدا نشير خصوصا في اخر مقال في الولايات المتحدة لما نشوفه في المنحنة ان 90% من الوفيات هي غير ملقحة تماما وفي بعض احيان فيه اللي متلقحه الى بجرعتين لان الان علميا وجود الجرعة الثالثة يسمح بالحماية جيدة ضد مضاعفة اوميكرون فيه استراتيجية لان التلقيح دائم استراتيجية عندنا شريحتين باش نتبسطوا الفهم كاين لأكثر من 18 عين الناس الكبار وكاين شريحة الاطفال الاشخاص الكبار خصوصا اللي عندهم امراض مزمنة خصوصا اللي عندهم عمر 65 فوق واللي عندهم السكر واللي عندهم كما نقول لهم الضغط الدموي وكاين عندهم امراض اخرى المراض التنفسية والامراض القلبية الهدف بالتلقيح هو حمايتهم من الوفاة يعني حمايتهم من العناية المركزة وحمايتهم من الوفاة يعني الاعراض والهدف والتأثير هو مباشر على الجسم هذه من جهة لما ناخد شريحة الاطفال الاطفال لا يمرضون بامراض خطيرة خصوصا مع الاوميكرون شاهدنا الهدف بالتلقيح ضد الاطفال هو هدف غير مباشر يعني هو الهدف من تلقيح الاطفال هو كبح الانتشار الفيروس وحماية الاشخاص الكبار من التعرض للفيروس والانتقاء الى العناية المركزة لهذا لما لا نستطيع الوصول الى هدف تلقيح اولئك المعرضين مباشرة الى الوفاة او العناية المركزة من غير منطقي ان استهدف الذي يكون غير مباشر للاشخاص المعنيين الذين ذكرناهم في الاول لهذا ينبغي من خلال تلقيح الاطفال اعطاء ثقة من تلقيح الكبار الفيروسات بصفة عامة خصوصا الفيروسات التنفسية كالنفلونزة او حتى المسؤولة المتحورة يعني هي كما نقوله احنا شعب من الفيروسات يتغير بسرعة لهذا كل ما فيروس انتشر اكثر كل ما فرص التغير تكون كبيرة وشهدنا في الاوميكرون لما بدأ ان ينتشر في العالم من طلاقا من افريقيا الجنوبية يعني حدث له اكثر من 90 تغير في وقت قياسي وهذا التغير الكبير يسمح بتفرع الفيروس تفرع الفيروس لانها تبقى تقولي هناك كان تغيرات طفارات لانسميوها ميطاسيون ما تكونش موجودة عند الفيروس الاول يكتسبها الفيروس الثاني لما انتشر اوميكرون تفرع بين خلال التغيرات والمتفرع الاول يعني سوفاريون اللي كان موجود في الاول اكثر في الانتشار هو البيئة واحد سميئة بالواحد لانه رقم واحد وبعد ذلك وجدت تغيرات اخرى نتجت عندنا المتحور لا يشبه المتحور الفرعي الاول وسميناه الآن بالبيئة الثنين والبيئة واحد والبيئة الثنين هما كلهم متحور اوميكرون ولكن شفنا مع البيئة الثاني الفيروس اكتسب اكثر الانتشار من الاول هذا النقطة اللولة والنقطة الثانية انا ممكن ان شخص اللي يتعرض في الاول في الاميكرون من البيئة واحد ممكن يعود يتعرض للبيئة ثانية هذه النقطة الثانية ونقطة ثالثة وشفناه في البلدان التي اشدلت عدد كبيرا ان لما يكون المنحنة نازل لانه كان منحنة نزلت في الاوميكرون ولكن مع وجود البيئة الثنين كان صعود طفيف فهذا المنحنة على الاوميكرون حتى سرعة النزول نقصت مع وجود البيئة الثنين لهذا الآن كان معلومات كثيرة اكثر عن البيئة الثنين وشفنا انه في بعض البلدان حتى والان عود انتشر البيئة الثنين ولكن من ناحية الخطورة يبقى كعامة اوميكرون يعني فيروس غير خاطئ لو نقارنوه بالسلال المنتحورة دلتا ولكن ولكن ينبغي دائما توخي الحذر لاننا لا نعلم وشي صراف المستقبل من حي تغير ولا عالم الآن في الموجود يقدر يتنبأ لك بعلى ثلث اشهر اذا رح يطهر تغير او لا يظهر احنا كنا نتكلموا على ولكن تلقي حدد الكوفيد 19 ولكن احنا كنا نسجلوا حالات للانفلوانزة الموسمية سجلنا حالات نوعا ما للانفلوانزة الموسمية ولكن النقطة المهمة ان هذا يعني محل يعني كما يقول كافتخال لان حملة التلقيح ضد الانفلوانزة الموسمية كانت نجح تام لان تم التلقيح في ظرف قياسي وربما لأول مرة تلقحنا بصيفة مبكرة لما وجدت التلقيحات في شهر نوفمبر اخر نوفمبر مباشرة بعد توفرها تم تلقح عدد كبير من الأشخاص ولقحنا بجميع الجروعات اللي كانت موجودة أكثر مليونين وهذا يبشر بالخير في المستقبل لأننا متأكد بالنسبة للتلقيح ترتفع جدا كذلك في الانفلوانزة الموسمية وشفنا لأن الانفلوانزة الموسمية كانت وفيات سنويا في الجزائر من الانفلوانزة الموسمية وبهذا التلقيح نظر جيد وكينعامل آخر مهم لعب دور كبير هو اللي قاح في الصيداليات يعني التلقيح في الصيداليات أعطى ديناميكية أخرى للتلقيح ضد الانفلوانزة الموسمية وحتى التلقيح ضد الكوفيد-19 فالناس في الجزائر الماء التلقيح تلقيح كوفيد-19 تلقى حد الانفلوانزة الموسمية وهذا نقطة مهمة جدا لربما وفرت كذلك بعض الضغط على المنظومة الحسرحية لأنه لما يمرض بلاكريبي يذهب إلى المستشفى والمستشفى لو موجود فيه الكوفيد فهيزيد يسبب ضغط كبير ولكن بالتلقيح تد الانفلوانزة الموسمية نخفو الضغط على المنظومة ونجعل الناس لا تمرش بلاكريبي لأنه لي مرض بلاكريبي لا يمشيش للمستشفى وخصوصا الناس اللي تخدم في المستشفى لما لا تخدم شكورنا سيأخذ باعتبار المرضى لهذا نظن شخصيا أنه نجاح تام هذه السنة للقاح ضد الانفلوانزة الموسمية ونتمنى اللقاح ضد الكوفيد-19 يكون عنده المنحنة اللي كان عنده تلقيح ضد الانفلوانزة الموسمية كنا في مرحلة تصاعدية لأوميكرون أننا لحقنا أرقام قياسية يعني لم نسجلها منذ 2020 الآن نشوفه بصفة نوعا ما ثابتة مستقرة نزول في عدد الحالات ونزول في المنحنات عدد الحالات وكذلك نزول أكثر ناس يعني تتشافى خصوصا المنحنة لعدد الحالات اللي يديوا في نزول مستمر إذا نزل في حالة مستمرة يعني كانت إجراءات مسبقة أثرت على المنحنة لأن مع الأوميكرون خصوصا لو لا نعمل أي شيء المنحنة يتصعد لأننا نشوفنا في أوروبا لحقنا أرقام قياسية مع إجراءات لم تتخذ طيب ما هو الفارق الذي ممكن باستفساره نفهم لماذا المنحنة عود أن نزل أنا متأكد أن إجراء مثلا غلق المدارس كان إجراء في محله وخصوصا كذلك في وقته لأن أسمح بالكبس لأنه لازم نأخذ بعين اعتبار أن لما تروح كثير من المدارس في الأحياء لكن لما تروح المدارس الأشخاص الأشخاص الذين يجوا مع الأطفال أكثر من الأطفال في حد ذاتهم لهذا نشوفه نحسه يعني في الخارج تصيب طريق فارغة تصيب أحياء فارغة مع أن الموجودين هم الكبار لأن الكبار يتنقلوا مع الصغار المدارس لما غلقنا المدارس حبسنا كثيرا انتقال أشخاص ما كان له تأثير مباشر على المنحنة الوبائي ونشوفه في نزول مستمر مع وجود بأثنين المتفرع بأثنين الذي تسبب في بردان أوروبية بإعادة صعود المنحنة وهذا ما شفناه هنا هذا يشير إلى أن الإجراءات المتخذة التي اتخذت كان لها تأثير مباشر على المنحنة الوبائي اشتركوا في القناة